بسم الله الرحمن الرحيم فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون الفيديو الرابع يمكن مهم التركيز في هذا الخبر يا جماعة صورة قضت مضاجع الإسرائيليين اليوم صور تحدثوا عنها في كل الإعلام الإسرائيلي فيديوهات لأهالي غزة على الشاطئ لابسوا عمليات ولا مخربين كما يقول ولا يشي صور لأهالي على الشاطئ شاطئهم بلدهم رملهم على الشاطئ حمة الدنيا بدأوا يتحدثون في الإعلام الإسرائيلي بأن هذا ليس نصرا ساحقا وكيف يمكن أن يكون هؤلاء على الشاطئ بينما أسرانا داخل رصح وبأن هذا يقول بأن النصر الساحق الذي يتحدث عنه نتنياهو غير موجود وبدون صفقة يعودون إلى الشاطئ حتى يفكر يعني ماذا يريدون؟ يريدون أن يحطموا الناس أن لا يذهبوا حتى لأخذ بعض النفس على الشاطئ التحريض والغضب كمية الغيظ الغيظ اللي رأيته اليوم في بعض الإعلام الإسرائيلي لما نشروا هذه الصور كان كبير جدا وقارنوه بفشل أو يعني هناك أسرع أو ليس هناك أسرع ما هي علاقة العائلات أن تذهب إلى الشاطئ قليلا وأيضا كانوا غاضبين في الإعلام من أنه هناك فيديوهات تصل لترتيب شوارع محاولات إعادة مد مياه في بعض المناطق مثل خان يونس أو مثلا وسط القطاع بأنه بعض الشاحنات التابعة للبلديات في غزة بدأت تعود فتح الشوارع من الدمار الإسرائيلي جزئيا يعني مش إعادة إعمار رأيك شوية عشان الناس تمروا هذا يغيظهم بشكل كبير رأيت اليوم ويتحدثون بأنه هذا مشكلة في تحقيق معنى الانتصار الإسرائيلي مشكلة عند الإسرائيليين أو عن بعض الإسرائيليين عن بعض المحلين الإسرائيليين للدقة بأنهم لا يرون الانكسار في عني الغزاويين هذه الصور نرفزتهم أغضبتهم أي غضب ترجمة نانسي قنقر